موسيقى موجز لأهم الأنبايتكم من قناة يمن شباب أهلا بكم أحبطت وحدات من الجيش محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مواقع في شمال مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة وقال مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثي حاولت تسلل إلى مدينة حيس وأن قوات من الجيش تابعة لألوية العمالقة تصدت للمحاولة وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع بعد سقوط قتلى وجرح في صفوفها استهدفت مدفعية الجيش الوطني في اللواء السبعة عشر موشا ثكن عسكرية للميليشيات الانقلابية في تبة القرن جنوب غرب جبل هان في تعز ووفقا لمراسلنا أن العملية أدت إلى خسائر بشرية في صفوفهم وخسائر في العتاد وشهد اندلاع حريق في الموقع عقب الاستهداف فجرت ميليشيا الحوثي منزل الشيخ قبلي في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وقال مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثي فجرت منزل الشيخ محمد علي الفقي بقرية الذراع الواقعة بوادي حريب في نهم بعد أن قاموا بنهبه في أيام ماضية التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث بوزير الشؤون الخارجية العمانية فيصل بن علوي لبحث جهود السلام المتعثر في اليمن وفشل جريفث في تحقيق أي اختراق لتنفيذ اتفاق الحديدة رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الاتفاقية وترتبط مسقط بعلاقات وثيقة مع الحوثيين وأخيرا من الشأن الاقتصادي يواصل الريال اليمني تحسنه الطفيف أمام العملات الأجنبية للأسبوع الثاني على التوالي وقال متعاملون مصرفيون ليمن شباب أن مستهلات التعاملات المصرفية للأسبوع الجاري سجلت تحسنا ملحوظا للريال اليمني حيث تراجع سعر الدولار إلى نحو 520 للشراء مقابل الريال اليمني في حين وصلت قيمة بيع إلى 540 ريالا فيما سجل سعر الريال السعودي 135 للشراء مقابل الريال اليمني 140 ريالا للبيع انتهى الموجز هذه تحية في أمان الله اشتركوا في القناة